السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم ايه ازيكم يا دكاترة وحشين جدا والله اخباركم ايه ان شاء الله المحاضرة بتاعت النهاردة بازن الله هنبدأ في الجزء رقم اربعة تابعوني وان شاء الله تلاقي المحاضرة تابعوني طبعا على الكورس نوتز بتاعتنا وده زي ما انا قلت لكم الجزء الرابع فيها واللي هو بنبدأ نتكادم فيه على المختلفة تابعوني ان شاء الله محاضرة شيقة جدا طبعا زي ما قلت لك احنا نتكلم عن شابتر واحد في بارت نمبر فور وهو introduction to probability وبيبدأ الجزء ده بالباراجراف الاولاني والباراجراف ده من البراجراف المهمة اوي بيقول ايه خلي بالك بيقول probability it's a word that no one can live without going to your work home school future marketing selling buying and anything you can think of this is why the concept has been given an exact mathematical meaning in the probability theory يعني ايه الباراجراف ده؟ الباراجراف ده بيؤكد ان الاحتمال هو كلمة ما فيش مخلوق يقدر عيش من غيرها هو حاجة غاية في الهمية في الحياة البشرية الشغل الماركتينج تسويق selling something buying something doing anything whatsoever even your حتى في حياتك الشخصية بيعتمد اعتماد كبير جدا على probability وعلى نجاحك في حسابات probability الخاصة باي شيء whatever هو ايه تابعوني كده الشابتر بتاعنا بينقسم الى مجموعة من الديفنيشنز في الاول بتنقلك لايه هي البروبابيريتي بالتعليقات بتاعتها بتعريفاتها بعدين بعد كده بنبدأ نخش على البرينيمريز اوف بروبابيريتيز بعد كده ازاي بقدر استخدم القوانين المختلفة بعدين مجموعة من المسائل including transaction table او الانترسكشن تيبل اللي احنا نشوفه في الاخر تعال خليك معايا كده واحدة واحدة ثاني الموضوع سهل جدا اول حاجة ايه هي كلمة البروبابيريتي البروبابيريتي it's a value between zero and one that describes the relative possibility of occurrence of an event الاحتمال هو قيمة ما بين صفر الواحد بتعبر عن احتمال حدوث شيئا ما قال ليك معايا على سبيل المثال لو انا بزقل الكوين once احتمال ان يظهر head is point five لو انا معايا عملة وبزقلها احتمال انك تجيب ملك يبطلع بكام بيسوي نص ليه لان الكوين فيها وجهين ملك وكتابة ahead and detail فالبروبابيريتي انك تجرب ahead ده بيحصل مرة واحدة في حين انها العملة ممكن تخرج حاجتين فيبقى واحد على اتنين اللي هو بيساوي point five لو انا جيت اتكلم يعني ايه بروبابيريتي experiment ده برضو من الديفنيشنز المهمة جدا وبيقول it's a chance process that leads to well defined results called outcomes يعني هي خاصية من الخواص يعني المعروفة او تجربة من التجارب المعروفة اللي هي هتؤدي الى well defined results يعني نتائج محتمة المعنى بتاعده يلزم ان حضرها تبقى فاهمه كويس جدا البروبابيريتي experiment مش كل التجارب ينفع ان انا اقول عليها تجارب احصائية التجارب الاحصائية هي او البروبابيريتي experiment هي كل انواع الexperiments اللي انت بتقوم بيها او التجارب اللي بتعملها اللي الاوتكمز بتوحها انت عارفهم يعني المخرجات حالك عارفة يعني التجربة دي لما قوم بيها اللي هيطلع انت عارفه بس مين اللي هيحصل من النتائج اللي تخرج انت منتاش متأكد انواع فيهم اللي هيطلع مضبوط على سبيل المثال الكوين دي تجربة احصائية لسبب لان الكوين لما انا بعمل لها اللي الاوتكمز بتوحها يهد يتيل بس مين فيهم وده هتلاقيه موجود معاك اهو بيقول لما تقوم بالتجربة دي ان الاوتكمز هيهد يتيل which one of them will take place you are not sure it depends on the chances or the randomesty بردو نفس الموضوع ان برگنسي if you have a pregnant woman الست الحامل اللي انت عارف هيطلع فيها طلع يا طلع تلعيها يا ولد يا بنت بس انهو حالة فيهم هي اللي هتحصل بالزبط you are not sure الضعي اللي هو الظهر الظهر لما تيجي تزقوله دي مفروض لانك عارف يا واحد يا اتنين يا تلاتة يا اربعة يا خمسة يا ستة بس لو انا دخلت على اللي بعد كده يعني الاوتكم اللي هي يعني مثلا في الفليب بتاع الكوين ظهور الهيد ده زهور التالي لو انا عندي الدايو بزقوله بعمله ثروينج او بعمله توسينج انه يظهر واحد ده اسمه اوتكم او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة او ستة في كمان حاجة اسمها ماتشريكس كليوسيف يعني ايه كلمة ماتشريكس كليوسيف كلمة ماتشريكس كليوسيف بتنطبق على بعض اللي هي الاحداث اللي هي لو حصلت تمنى حدوث الاحداث الاخرى او الحدث الاخر تاني كده ماتشريكس كليوسيف كلمة ماتشريكسة you are flipping the coin, the appearance of a head will prevent the tail from appearing and vice versa. It's also like the die. When you are throwing a die, the appearance of one will prevent the appearance of two, three, four, five, six. يبقى إذاً ظهور شيئاً ما بيمنع ظهور الحدث الآخر. يبقى لو عندي عملة ادتك ملك هتمنع ظهور الكتابة. وكمان لو ادتك كتابة هتمنع ظهور الملك. ده معنى كلمة متريكس كريوس. فيه كمان ديفينيشن طبعاً هنا انا مقابلك على موضوع الكوين. ازاً اكزامبل ان ظهور الهد بريفينت التيل فروم ابيرين and vice versa. لو انا دخلت على بعد كده في حاجة اسمها ديفينيشن مهم قوي اسمه. معنى ببساطة معنى كلمة انك لما تقوم بتجربة لابد ان واحد من الاوتكمز اللي المفروض او الايفنس مفروض تخرج من التجربة دي. لازم it will take place. لازم يحدث. ماينفعش تقوم بتجربة وبعدين اللي انت بتقوم بيه ما ميتمش يعني. يعني لو عندي كوين وزقلت الكوين لازم يهد يا تيل. ماينفعش اجهز قول الكوين وبست تختفي. ما تنفعش. يبقى ازاً دي نقطة مهمة قوي او الديفينيشن بتاع اهو. بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ بيساوي ده معنى وطبعاً من القوانين زي ما انا قلتلك المهمة جداً 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 في حياتنا. طيب بيقول انتو سنج ادي وانس. what if the probability that we will have five. لو انا بزقل الظهر. ايه؟ احتمال انك تجيب خمسة. احتمال ان بتجيب خمسة. الخمسة دي بتظهر مرة واحدة. في حين ان ال possible outcomes ستة. يبقى ازاً ال probability بتاعتي بتساوي one over six. طيب at least four. لو انا بزقل الظهر ايه؟ احتمال انك على الاقل تجيب اربعة. it will be three over six. لانه اربعة او خمسة او ستة. ده اللي ممكن ال event اللي ممكن انه يحدث. على ال possible outcomes لما one or two or three or five or six يبقى على طول هيبقى three over six. يعني بيساوي point five. يبقى probability of x more than or equal four. بتساوي point five. طبعاً فيها مسيرة كتير جدا. what the probability of getting an even number? an even number يعني two, four, six. يبقى three over six. يعني بيساوي point five. what is the probability of getting a number lead than two? lead than two يعني one. يبقى one over six. برضو نفس الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه العملية على بتساوي favorable outcomes على possible outcomes. طيب عايز اعرف بعض الخلفية عن الساتس. الشكل اللي قدامنا ده اسمه fin diagram. الشكل اللي قدامي ده اسمه fin diagram. لما اقول a union p يعني هي elements اللي موجودة in a بالاضافة للموجودة في b without reputation. الموجودة في a plus الموجودة في v without reputation. يعني لو فيه مرم عناصر مشتركة ما تكررهاش. طيب يعني ايه? ايه union p complementary. الشرطة اللي فوق دي اسمه ال complementary. او المكمل. ده معناها كل العناصر اللي موجودة في ال universal set. بس مش موجودة في ال a وال b. ده معنى كلمة a union p complementary. لو جيت ابص على الاشكال اللي جنبها دي بيوضح لك ان ال a مثلا هو جزء من ال universal set. ان ال a ده element او جزء من ال universal set اللي هي الشكل العام اللي موجود او فراغ العينة. طيب بيقول ال a intersection a complementary. يعني المشترك بين event a اللي هو الدايرة دي. وال complementary اللي هو كل ما هو موجود في ال s بس مش موجود في ال a. اكيد هيدي لك فايل. طيب لو قلت a union a complementary هيساوي s. خلي بيقول هنا a intersection b هو الجزء اللي حراك شايفو ده. ده هو الجزء المشترك بين ال a وال b. ال a will be complementary هو all the elements in s except what's what's common what is common between both the sets a and b. الشكل اللي موجوده قدامي ده بيوضح ال equality في ال sets. انك آآ آآ علشان تخلي ال a آآ equal b. we will have to have. ان ال a is a subset of b. وان ال b is a subset of a. يعني ال a جزء من ال b. وال b جزء من ال a. ده معنى ان ال a بيساوي b. يعني مختصر الكلام انه هما identical متطابقين تطابق تاب. تابعني. بيقول ال universal set او sample space it is the set containing all possible outcomes of an experiment. يعني ال universal set دي اللي هي العينة او او فراغ العينة هو هو الاساس اللي موجود في كل ال possible outcomes بتاعت ال experiment بتاعتي. يعني على سبيل المثال فعملية ال coin هو ال head or tail. فعملية ال die هو ال واحد والاثنين والثلاثة والاربعة والخمسة والست. بيقول ال set it's a subset of the sample space. يبقى اي set موجودة اي مجموعة موجودة هي جزء من ال universal set. يعني مثلا لو ال universal set هو throwing a die او tossing a die once يعني one or two or three or four or five or six. ممكن اقول ال set is it is the even numbers in the die. يعني اتنين واربعة وست. يبقى الست is a subset from the universal set. set complementary it contains all the elements in the universal set but not in the set. يبقى دي الديفنشن ده الغاية في الاهمية. هي all the elements in the universal set او in the in the sample space but not in the set by itself. يعني الارقام من واحد لستة ما بيزارش رقم اكبر من ستة يبادي يطلق عليها نال ست. اليونيون اتذى some of all elements exists in two or more sets. usually we refer to union as or or either or. يعني لما اسمع كلمة العناصر اللي موجودة في a or b ده معنى اليونيون بتاع ال a وال b. لو قلت intersection it is the shared elements in two or more sets. usually we say a and b. يبقى دي ال elements اللي موجودة في both a and b. لو قلت subset means a part of when we say a is a subset of b. it means a is a part of b. it means a is a part of b. ال equality طبعا احنا شفناها من شوية ان ال a is a subset of b وان ال b is a subset of a. طيب ايه هي probability axioms المختلفة اللي موجودة معانا. section ده بيكافر ال important law that we can use in solving simple probability problems. اول حاجة بنتكلم ان probability of the universal set او اللي هو certain event بيساوي واحد. يعني ايه certain event؟ يعني مثلا لما اقولك what is the probability of getting one or two or three or four or five or six in tossing a die once 100% مية في المية. طيب ما هي probability of phi او النال ست؟ probability of null set is zero. اللي هو الحدث ال impossible event. مين هو ال impossible event مثلا؟ اللي هو probability of grabbing nine in tossing a die once. ايه احتمال انك تجيب تسعة في المية الزهر. ولا حق صفر. اي probability بقى خلاف كده هي رقم ما بينه zero واحد. مفيش رقم probability بال negative. ومفيش probability more than one. طبعا probability of x بيساوي واحد. الجزء ده غاية في الاهمية. ان لما يبقى عندي a will be our matrix collusive element. الaddition لو بيقول ايه. بيقول probability of a zi probability of v. no way they have intersection. their intersection equal to zero. اللي موجود عندي تا بيشرح ان ال a will be in the general case. بيساوي probability of a zi probability of v. نقص probability of their intersection. كمان في حالة ال independent elements او events. ال probability of a intersection b. بيساوي probability of a times probability of v. يبقى اذا ده معنى كلمة independent elements. وده بقدر يعني يعني ايه برضو independent events او شيء من هذا القبيل. independent events. الاحداث التي لا تعتمد على بعضها. المستقلة عن بعض. زي ما اقول كده عمر اه رايح الكلية وامسلا مينة اه راح يلعب تنس. فيش علاقة بين الاتنين خالص. حسين هيكل بيتزا وفرح اه هتسافر اه شرم الشيخ. مفيش علاقة بين الاتنين تماما واتس وقافر يعني. بيبقى ده معنى كلمة independent events. هنا. بيتكلم for dependent events. لو ال a وال b are called conditional events اللي هما dependent events اللي هما واحد فيهم بيعتمد على التاني. فبيبقى القانون اللي انا بستخدمه هو probability of intersection b. بيساوي probability of a times probability of b given a. ده معنى ان probability of b given a بيساوي probability of their intersection على probability of a. بيساوي probability of their intersection divided by probability of a. ده معنى كلمة probability of b given a. خلي بالك ال dependent events دي بتظهر امتى? زي ايه مثلا? زي ما اقولك احنا هنشتري عربية لو البيت نباع مثلا? اه انا هروح اسكندرية لو الراتب نزل مثلا? اه احنا هنروح هنسافر اه اه نتفسح لو ان انت نجحت يبقى ده conditional probability. بربط event بحدوث event اخر وبالتالي بيطلق عليه ان حدث بيعتمل على حدث. هنا ال a except in b عن ال elements اللي موجودة في a ومش موجودة في v ببساطة خالص هي عبارة عن probability of a except a intersection b. او بيساوي probability of a intersection b complementary. تمام? هنا بقى بيقول ان لو انا عايز اعمل generalization للaddition law. لو عندي three elements probability of a z probability of v z probability of c if they are all mental exclusive events. وبيكلم هنا ان دي الحالة لو انا عندي a union b union c هيساوي probability of a z probability of v z probability of c خلي بالك انا في union c. والقانون الول generalize the form دي انا برضو يعني زي ما انت فاهم. the probability of a z probability of v z probability of c بساوي probability of their intersection between a and the intersection of a c negative intersection of b intersection c plus the probability of their uh intersection altogether the three of them. تابعني؟ ده مثال من الامثلة المشهورة قوي اللي موجودة معايا بيقول given that probability of a union b بساوي point 75 or probability of a بساوي point 45. we will find the probability of b in the following cases. هاتلي احتمال ال b في الحالات الاتية. يعني اكني يمدي لك ثلاث مسائل مختلفين على الضغط. الكيس number one. just a second. just a second. we'll have to drink some water. بيقول هنا رقم واحد a and b are matrix exclusive. يعني هاتلي probability of b in case of a and b are matrix exclusive events. طبعا الكلمة دي لها معنى. اول خطوة على طول هروح اعمالي. هقول if a and b are matrix exclusive events. ده معناه ان probability of their intersection would equal to zero. يعني لو انا جيت اجيب اليونيون هيساوي probability of a ذائد probability of b. اهو. يبقى اذا probability of b هتساوي ال union negative probability of a. يبقى هيساوي point three على طول. once more. يا الله تاني. طيب انا عايز اجيب probability of a and b once they are independent. كلمة independence دي لها معنى. من القوانين اللي احنا اخذناها من من شوية. تعال معايا كده. اهو. لو قلت اني. طبعا انا اديك الملخص بفعل مسألة عشانا انا فاكمل. يبقى اذا لو انا عايز اجيب انهما independent ده معنى ان probability of a intersection b بيساوي probability of a زائد probability of b. ده اللي انا باستفيده من ال independency. يبقى اذا probability of a اللي انا مدهلك point four five times probability of b. هروح استخدم المكنات جافن. ان ال a و الب دول or the union b given probability of a given probability of the intersection ان لسه جايبها دلوقات مجارد ان انا هعمل substitution. يبقىال probability of a union b بيساو point 75 probability of a point 45 probability of v تنزة زي ما هيه. البروع بيوليتي of a intersection b بيساوي 0.45 times probability of V طبعا لما اجي ابص على الاثنين دول مع بعض كأني خدت probability of V as a common فيبقى 1 negative 0.45 يديني 0.55 probability of V at the same time انا خدت 0.45 وديتها the other side فتبقى 0.3 الفاينل ستب بأس 0.3 divided by 0.55 يطلع الفاليو بتاعتي عادي تماما طيب اذا قلت ان A is a subset of V يعني A جزء من ال-B يبقى probability of A intersection B بيساوي probability of A فكر دي بالتفكير ال-A جزء من ال-B يبقى تقطحهم هيساوي ال-A يبقى على طول probability of A intersection B بيساوي probability of A لو انا عملت substitution يعني probability of V بتساوي probability of A union B خلي بالك دي انا قدر اجابها بالتفكير من الاول خالص لو A is a subset of V لو A is a subset of B يبقى A union B بيساوي ال-B لان A تعريف A union B هي كل elements اللي موجودة في B و A without reputation هي موجودة involved in B يبقى هو بيساوي probability of B اتمنى انها تكون واضحة تعالى نبص على المسألة اللي بعديها بيقول given that A1 and A2 are matrix exclusive events and probability of A بيساوي 0.37 probability of A2 بيساوي 0.44 find the probabilities probability of A1 probability of A2 complementary سهلا قوي ال-complementary بتاع اي probability بيساوي ال-1 نقص ال-probability بتاعت ال-event اللي انت تتكلم عنه لان complementary يعني المكمل فيبقى مثلا لو انا عايز اجيب probability of A1 complementary يعني المكمل للا1 ده بيساوي واحد نقص probability of A يبقى على طويل بيساوي 1-0.37 لو انا بجيب probability of A2 اللي اي probability of A2 complementary it's really very simple it's gonna be 1 negative probability of A2 اللي اي given 0.44 لو انا عايز اجيب A union B it's also will be very easy once you remark that they are matrix skill used لان ده معناها احداث متنفية يعني ما ينفعش يحصلوا مع بعض يبقى probability of A1 union A2 بيساوي probability of A1 by itself plus probability of A2 يبقى هيساوي point 37 زائد point 44 يعني بيساوي point 81 نفس ال-concept ده برضو لو انا بجيب A1 intersection A2 هيب ال-probability بتاعيتهم بتساوي 0 يبقى إذن لو انا بجيب A1 intersection A2 according the non-matrix كي يوسف تساوي 0 طيب لو انا عايز ايب probability of A1 intersection A2 عايز اجيب probability of A1 intersection all the elements exist in the universal set except what's in A2 طبعا ال-intersection between them هيبقى A1 يبقى إذن ده معناها probability of A1 negative probability of the intersection intersection بيساوي 0 يعني تساوي probability of A1 على طول طيب لو انا بجيب probability of A1 complementary intersection A2 complementary ده بيساوي probability of their union complementary يعني واحد ناقص probability of A1 union A2 يعني 1 minus point 81 يعني بيساوي 0.90 طبعا انا جبت اليونيون قبل كده وكان point 81 لو مجموع الاتنين على طول طبعني انا هبدأ اتكلم على حاجة جميلة قوي وشيقة جدا وهي الكنتنجنسي تابل الكنتنجنسي تابل ده من المواضيع الشيقة جدا بيديني كل البروبافيليتيز اللي ماي هابن على طول فبيقول the following contingency contingency table summarizes the results of 100 students in two subjects بيقول architectural design and in mathematics مثلا mid-term for example find the probability of the following هاتلي الاحتمالات بتاعة الحاجات الاتي وبدأ الراجل يكمله بيقول good in mathematics and in architectural design good in mathematics and the field in architectural design and so on كل اللي انا هعمله اول خطوة لابد ان انا اكمل الجدول يبقى ده mathematics وده architectural design حطيت في mathematics good وbus وfail لازم اجيب total وانا عملت الexperiment دي على 100 students في two subjects دول باختبرهم يبقى لازم المجموعة بتاع good زي المجموعة الب زي مجموعة الفيل في architectural design يطلع بالزبط بيساوي عدد العينة اللي انا واخته وبرضو يساوي عدد اللي جايب good وباص وfail in mathematics لو انا جمعتهم يبقى 100 عشان اتأكد ان حضرتك فهم العملية ببساطة شديدة جدا ان انا اخترت 100 طالب كل طالب من الطلبة بتوعي سألته انت عملت ايه in mathematics فهيقول لنا جبت good مثلا طب عملت ايه في architectural design هيقول لي والله انا pass يبقى اذا انا عرفت ان محمد مثلا جاب good وباص حطيت واحد سألت لا راحت علاء راحت ايلي انا جبت good in mathematics وgood architectural design حطيت سألته عمر قال لي والله ميت طالب خدت منهم two feedback واحد regarding mathematics واحد regarding architectural design وبدأت اشوف الاختيارات بتاعتي وجمحها زي ما حضراتكم شايفين طيب هنا في المسألة اللي بعدية بيقول we will consider mathematics as a and architectural design as b هاعتبر ان الماثماتيكس هي a وال architectural design as b علشان تبقى probabilities أسهل اول واحدة بيقول a student having a good in mathematics and in architecture design يعني عايز اجيب احتمال ان انا عندي طالب جايب good in mathematics وgood in architectural design يبقى هي ساوي six over the total number of favorable outcomes على number of possible outcomes يبقى على طول لو بجيب good in a and good in b اللي هي good in intersection good in b دي بتساوي الhorizontal ru ازدل العمود مع الصف بيدين الانترسيكشن عمد طيب رقم اتنين اقول التابل التاني بيقول a student getting good in mathematics and the architectural design كلمة and يعني intersection يبقى ادي good in mathematics و failed in architectural design يبقى إذن assembly بيساوي good in a fail in b يعني بيساوي 16 over 100 طيب عايز اجيب having good in mathematics or fail in architectural design يبقى عشان اجيب الhor يعني union يعني انا عايز اجيب good in a union fail in b عشان اجيب good in a and union fail in b دمع لها ان انا لازم استخدم addition لو يبقى قول probability of j a z probability of fail in b negative يبقى هروح اجيب good in a good in mathematics 34 over 100 plus fail in b 25 over 100 negative good in a and fail b 16 over 100 يبقى جبتها طيب لو بصيت عال probability التانية بيقول student having good in mathematics given that he failed in architectural design طالب نجح في الرياضة بس تحت شرط انه نزل في الarchitectural design يبقى هنا باجيب conditional probability يبقى ده probability of good in a intersection failing b يبقى لازم اعملها كده probability of good in a intersection failing b given that اقسم على probability of f of b يبقى لما بطلب conditional probability good in a under the condition ان ه failing b اجيب their intersection on the nominator على الف على الموجود على denominator طبعا good in a b بيساوي 16 over 100 على probability ان هو failing b يعني بيساوي 25 يعني بيساوي 0.64 تعال نشوف هتاني هنا بيقول complete the following contingency table of defective and the not defective units of products a 1 و a 2 هنا ده not defective و defective وهنا a 1 و a 2 it's really very simple curve كامل الجدول الجدول اقدر اكمله بسهول اوي انا عندي 5000 minus 1000 هيديني 4000 4000 وعندي 6600 هيديني 400 400 وعندي 600 يبقى 200 200 1000 يبقى 800 836 يبقى 44 يبقى اقدر اكمل table بتاعي على طبع طيب انت عايز يبقى يا باشا عايز الprobability مثلا of a1 يبقى اذا هروح داخل على a1 4,000 over 5000 لو عايز probability of a1 intersection not defective ادي a1 intersection not defective يبقى 3600 over 5000 طيب عايز probability of not defective هيسوي 44 hundred divided by 5000 طيب probability of a1 intersection in the رأيكم اعمل ايه يبقى اجيب their intersection divided by probability of not defective their intersection بيسوي 3600 divided by probability of not defective اللي هو 44 400 divided by 5000 يبقى على طيب لو انا عايز اجيب العكس طيب عايز اجيب اليون probability of a1 plus probability of not defective ناصر probability of their intersection add probability of a1 and يبقى 0.8 probability of not defective already exists 0.88 negative the probability of their intersection 0.72 طيب لو انا عايز يجيب probability of not defective a1 بص على 4 و 6 they will never it's really the general case they are not going to equal each other it's a special case انهم يبقوا بيساو بعض لكن in general لو قات probability of a1 given that not defective بي تساو probability of not defective a1 يبقى not a correct answer دي بردو المعلومات هنا نفس المثال التاني اللي فات انا شرحت و لسه شرحه معاك بسه انا حبيت اوضحه تاني بالنسبة لك اه بشكل اكبر يعني عندك بتاع الشابتر ده موجود في probability of a1 بساوي point 59 probability of a2 بساوي point 3 intersection بساوي point 21 هات بقى of the union probability التانية موجودة عندك ارجوك فكر فيها كمان عندك المسألة دي على table حرك بتكمله يبدأ 140 يبقى 60 40 30 10 30 30 30 30 40 40 40 40 60 100 100 اه ده احسب probability المختلفة اه اه انا متشكر جدا الشابتر ده من الشابتر زي السهلة قوي ويا رب تكون انت فهمته مني زي ما انا نفسي ان انا اكون قدرت اوصل لك متشكر جدا يا جماعة وان شاء الله اشوف كوه المرة اللي جاية بإذن الله شكرا